اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيالي وزير الخارجية في الكويت مع معالي السيد عبدالله علي اليحية وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة بحضور كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية الكويت بزيارة سعادة وزير الخارجية لبلده الثاني دولة الكويت مشيدا بالعلاقات الاخوية الوضيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نماء وتطور في مختلف المجالات مؤكدا حرص دولة الكويت على فتح افاق اشمل للتعاون الثنائي على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين من جانبه اعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تهاني لمعالي السيد عبدالله علي اليحية بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية متمني لمعاليه التوفيق والسداد منوها بما حققه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من نتائج بناء وما وصل اليه من مستوى متطور يعبر عن متانة العلاقات الاخوية المتميزة الممتدة تاريخيا بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستعراض سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتنسيق المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والمحافل الدولية بما يلبي مصالح وأهداف البلدين الشقيقين كما تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر